بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله النفاق مرض اجتماعي خطير مرض يفسد علاقة الإنسان بمولاه سبحانه وتعالى ويفسد علاقة الإنسان بغيره قال الله سبحانه وتعالى وهو يعلمنا بهؤلاء المرضى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد إن علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون قائمة على الإخلاص والولاء لله سبحانه وتعالى أما إذا شابت هذه العلاقة شائبة رياء وحب سمعة وشهرة فإن هذه الأمور تفسد الطاعة والعبادة قال الله سبحانه وتعالى من قلب سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا بأن أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وأن الأعمال المقبولة لدى مولانا سبحانه وتعالى ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وابتغى به العبد وجه مولاه سبحانه جل في علاه بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى أحاديثه يعلمنا أنه من الممكن أن يكون أول من تسعر بهم النار قارئ قرآن ومتصدق منفق في سبيل الله أو مجاهد في الميدان إن الأول يقول يا ربي قرأت فيك القرآن يقال لا قرأت ليقال قارئ أما وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم ويقول الثاني يا ربي تصدقت وأنفقت في سبيلك يقول الله لا تصدقت ليقال متصدق منفق جواد أما وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والآخر يقول يا ربي جاهدت في سبيلك يقال لا جاهدت ليقال مجاهد مقدام شجاع أما وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم فالنفاق يفسد علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى كما يفسد علاقة الإنسان بغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر سورة في القرآن سماها بسورة المنافقون وسورة التوبة أيضا تسمى بالفاضحة والمنقرة والمعيبة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها معظم صفات المنافقين وفضح فيها أهل النفاق ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فيا أيها المسلمون الكرام ينبغي أن تكون علاقتنا بمولانا سبحانه وتعالى قائمة على هذه القواعد من الإخلاص والصدق مع مولانا سبحانه وتعالى وعلاقتنا بالناس ومع الناس ينبغي أن تكون متسمة بكل حب وكل صفاء وكل وئام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا النفاق وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين الصادقين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله